أكد رئيس اللجنة المشكلة بمجلس النواب لدرسة برنامج الحكومة الجديدة المستشار أحمد سعد الدين أن هناك توافقا بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنصيقا متبادلا بينهم في جميع الملفات وخلال كلمته في الاجتماع العاشر لعمل اللجنة أوضح المستشار أحمد سعد الدين أن أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو توافق نواب الشعب وحكومته على مبدأ إعلاء مصلحة الوطن وشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوي للجمهورية الجديدة هذا وتختتم اللجنة أعمالها لليوم بالحضور لأساد الوزراء للخارجية وتموين والاتصالات والشؤون النيابية